ورية ثرى في مقبرة كزنزان في أربيل جثمان الراحل عدنان الدليمي الذي وافته المنية صباح الأربعاء بحضور حجدا من أصدقائه ومحبيها وطلابها وجرى للمغفور له بإذن الله تشيع مهيب بعد صلاة الجنازة في جامع قازي وسط أربيل باتجاه مثواه الأخير في مقبرة كزنزان حيث شارك في التشيع جمع من السياسيين والبرلمانيين وموثلين عن المجمع الفقهي والاتحاد الإسلامي وبرحيل الدليمي فقد العراق واحدا من أبنائه الذين نذروا حياتهم من أجل الدفاع عن العراق وسيادته ووحدته واستقلاله وستقام جالس عزاء على روحه الطاهرة في إربيل وبغداد والشارقة وعمان وإسطنبول